اشتركوا في القناة 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 الآن نزيد التوابل ونزيد هذا الروز الذي قلت قلت وصفيته ونشحره قليلا ممكن نديره الطماطم ممكن نديره الجلبانة يعني تنديره الخضار اللي بغينا تتبقى يعني مفتوحة الآن نزيد الماء يعني زلافة الروز نزيد عليها زلافة ونصف ديال الماء يعني ضعف ديال ديال كميات الروز يكون تندربوه في 1.5 يعني 1.5 سوف نحضر الشربة اللي هي شربة لسل العصفور سهلة مهلا تتحضر في 10 دقائق ممكن تحضرها في آخر لحظة سوف ندوب بشوية ديال الزبدة إلا ما بغيناش الزبدة ممكن نديره الزيت سوف ندير فيها كميات لسان العصفور على حسب عدد الأفراد كنت تشوفوه ندير تغيين السكاس وتنبقى تنحركوه تتياخد واحد اللون ذهبي وتيت تحمر في ديال الزبدة فهذه الأثناء سوف نكون محضرة شربة إما شربة اللحم أو شربة الدجاج أو شربة الخضار يعني حسب الضوغ هنا فاش تنشوفو تحمر مزيان في الزبدة سنزيد الشربة ديالي فقط يعني ندير له تشي تتبيل لأن الشربة تسكون متبلة وفيها الملح ديالها وفيها كل شيء هنا اختياري تنزيد واحد المعلقة صغيرة ديال مركز الطماطم ثم إلا بغينا الشربة تأخذها واحد اللون مائل للإحمرار تنغطيه عليه وتنخليه وهذه الشربة جاهزة هنا سنجهز البطاطس هذه سهلة يعني اخذت البطاطس واخذت الكفتة عادي امتبلة وخلطتها مع حبة ديال البيض ثم اقطعت البطاطس واحد شرائح وكل شريحة سنقسمها في النص وسنخليها مسدودة شوية بحل البستان ثم سنعمرها بالكفتة سمحوها لذلك المرحلة لا تصورها لماذا؟ ثم سنجهز البطاطس التي عملناها بالكفتة مخلطة بالبيض ثم سنبدأ ونضوزها في الدقيق بهذه الشكل تندوز الكيميات كاملية في الدقيق ومن بعد سنضوز القليد فنضربها في البيض ونضربها مباشرة كيف ستشاهدونها مطربة البيض وحطها حدايا ولكن سنضوز كل شيء في الطحن ثم سنقوم بطاطس كيف ستشاهدونها في البيض ونضربها في الزيت هنا البطاطة هي التقلة أو المبطة كيف قلت لكم أكلة ليبيية جغزالة هنا سنبدأ تنقلبه ونضرب النار ونضرب النار ونضرب النار كيف ستشاهدين ونضرب النار سنضرب الصلاة سنضرب الصلاة البلدية العادية هي البصلة ومطائشة نتحدث بسعارة الحوت نحن نتحدث مع البلدية ثم نحن نقوم بإبطاء البصلة ومعطيها بطريقة عادية بطريقة التقليدية مثلا قشرة الطماطق ضعها رقيقة ضعها عزيزة ثم نقطع البصلة أو رقيقة نقطع القرن الفلفل حار يكون خطياري ثم سنقطع قليلا يمعد نوس هذه السلطة جاهزة، سنطبلها بشوية البصار شوية الملحة، شوية الخل، شوية الزيتون وها هي جاهزة، سنطبها في تلاجة تالوقت التقديم هنا سنطبق لنقلي هذا السمك أو الميرنو فتتشوفوا في هذا الطقاقة للصراع ممكن في الطقاقة الفورس حسب الاختيار فتنفند السمك ديالي مزيان في الطقاق وتنكون مغلية الزيت وتندز مباشرة تنقليه بالطريقة العادية هنا دزت العصير، فأنا ندير عصير الحليب والمشماش المجفف ستشوفوا ذاك المشماش كنت مرتبها بشوية الماء ثم تنديره، تندير عليه كمية السكر اللي غادي تكفيني، ثم الحليب وتنطحنه عادي وتنقدمه، يعني هذا الآخر الحضائي لما توفرش عندنا فواكه العصير وكان عندنا هذا المشماش المجفف تجيبه العصير زوين ممكن نصفيه، ممكن نخليه هكي لتنبغيه عتقين شوية دابا غادي ندوز لهذا نرجع للكفت ديالي هو آخر حاجات تتنقرب ان تود المغرب بعد تنحطوه على هاد شوية هادي باش يتشوه ويبقى سخون وورا ضغيات يتشوه وضغية تيدخلو الطياب تنخليه تتير يدخلو الطياب من الوجه اللي احطيتو عليه ثم غادي نبدأ تنقلبو هكاية تيكمل طياب دياله وتنبغيه تنقلبو وها هو جاهز دابا غادي ندوزه للمائدة النهائية وهذه هي المائدة كيس تشوفوه قد انتهابه تشكل هادا بطبعه الحال شوية ديال المعسلات مع التمر هنا هي المكونات الاساسية اللي كانت في هذه المائدة هي هاد الرز الصيادية على الطريقة المصرية ثم نبطن الليبي بالبطاطس والكفتة عندي السلطة سلطة مغربية عندي هنا الميرنامقلية وعندي هنا هاد الكويفيت مشوي او هاد القيمرون مشوي قدمتوه مع صلصة الرينش اللي سبق لي وريتلكم كيفاش تنحضرها باليوغور المسوس هنا الخضار المخللة اللي وريتلكم طريقة تتحضيرها وهذا عصير المشمش المجفف مع الحليب وهذي شربة السانطير وكانت هذي هي المائدة وهذه هي الافكار كذا تشوفوه مسلقة البيض مادرتش معجنات مادرتش لملويلة والوالو لانه سافي السمك كافي ما تنبغيش ان تمشي معه يعني حاجات اخرين الحمد لله تشيرها كافي انتمنى اطلقتها راح يعجبكم وتنظر بليكم موعد في فيديو مقبل موسيقى 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 موسيقى